اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي أجمعين آمين إزايكم عاملين إيه؟ يارب تكونوا جميعا بخير النهاردة هعمل معاكم الفطير بالسكر الفطير الحلو طريقة بسيطة وجدا وسهلة طبعا بس عايز أقول لكم لو أنت أول مرة تشوفوني أنا اسمي دعاء وقناتي اسمها مطبخ دعاء الجيلاني ياريت لو أول مرة تشوفوا القناة تعملولي اشتراك في القناة فعلوا الجرس على علامة الكل علشان يوصلكم إشعار بكل الوصفات الجديدة أول بأول ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك هنعمل الفطير بالسكر زي ما قلت لكم بطريقة سهلة جدا هتقومي تعمليه في ثواني إحنا دخلين على الشتاء وبنحب نعمل الحاجات دي كده تنفع فطار تنفع عشا جميل جدا هنا معايا ميا ميا عادية خالص من الحنفية حطيت عليهم معلقة ونص من السكر أو يعني هي المعلقة ما كانتش مليانة على آخر فحطيت شوية كمان وحطيت ربع معلقة كده من الملح ودوبتهم في نص كباية ميا طبعا الميا حسب كمية الدقيق اللي انت هتستخدميها أنا هنا هستخدم أربع كبايات من الكباية المعيارية دي للدقيق هحط أربع كبايات وهبدأ إني أقلبهم بالمعلقة كده وبعد كده أنزل عجينهم بقى بإيدي عجينة الفطير يا جميع هي دي بس المكونات بتاعتها ميا وملح وسكر تمام أهم حاجة بقى في عجينة الفطير أي نوع فطير عايزة تعمليه هي هي العجينة دي يعني ما فيش حاجة تانية بتتحطله ميا وملح وسكر تنفع معاكي حلو وحادق مش هتغيري فيها أي حاجة لو هسواء عايزة تعمليها حلو أو حادق هي برضو نفس المكونات بس اعجيني العجينة كويس جدا لازم تعجينيها كويس جدا لغاية ما تبقى معاكي عجينة مقفولة يعني ما فيهاش تفاتيح كده وتبقى نعمة كده وجميلة مش بنسيبها تخمر طبعا لأن هي فيهاش أي مادة رفعة لكن بنسيبها ترتاح ولازم ترتاح أنا هسيب العجينة بتاعتي ترتاح وهحضر معاكم من هو ايه الحشوة اللي أنا هحشي بيها الفطير أنا هعمل كاستر حطيت كوبايتين من اللبن وحطيت معلقتين من الدقيق الصميت عليه وحطيت معلقتين من السكر تقدري تشيل السكر وهحط كاستر تمام هنا حطيت 3 معلق من الكاستر وبعدين هدويبه كويس جدا على البارد وبعدين أرفعه على النار تقدري هنا تستغني عن ايه؟ تقدري تستغني عن دقيق الصميت اللي أنا هحطه بس أنا بحب أحطله دقيق الصميت هدويبه كده على النار لغاية ما يتمسك معي أنت تقدري تخليه يتمسك يعني يبقى تقيل زي المهلبية بس أنا لا هخليه دوبك بس يغلي كده معي عشان تعمل كاستر طبعا بيبقى عامل زي النشا برضو فلازم يغلي قدامك كده ويطلع براكين فيا دوبك أول ما يغلي هطفي عليه ركلنا بقى الحشوة بتاعتنا اللي انتو شفتوها دي وبعدين هقطع العجين بعد مرتاح شوية تمام كل ما هترياحي العجينة معيك كل ما هتبقى سهلة جدا في الفرد وهتكون أحسن يعني ممكن تعجينيها وتسيبها ترتاح ساعة ساعتين تلاتة كل ما تزيد الوقت اللي انت مرياحة فيه عجينة الفطير كل ما ما تتعبكيش خالص في الفرد أنا هنا قطعت العجينة بتاعتي وطبعا كنت حطة شوية زيت في الطبق اللي بقطع عليه دوت يعني بلف في العجينة كده في الزيت بعد ما بقطعها شايفين هي طلعت معايا 8 كطع يعني هتطلع معايا 4 فطير هغطيها واسيبها برضو زي ما قلتلكم كل ما بترياحي عجينة الفطير كل ما بتطلع معاكي حلوة وتديكي نتيجة حلوة قوي اهو تقدري لو انت عايزة تعملي الفطير ده الصبح تقدري تجهزي العجينة كده وتسيبها من بلل للصبح على فكرة ما حصلهاش اي حاجة لان هي ما فيهاش اي مادة رفعة وهنا بقى بنجيب سامنة وزبدة زبدة وزيت زبدة وثمنة يعني شكلي بها براحتك زبدة بس ثمنة بس زيت بس طبعا كل ما بتحطي زبدة بلدي كله بيطلع معاكي احلى بس كمان لو انتي عملا بزيت دورة بيبقى جميل بصراحة وخفيف وحلو حلو جدا بندوب الثمنة او الزبدة كده وبنجيب حتة العجينة بتاعتنا على الرخامة النظيفة بتاعتنا وبنحط العجينة ونفرد بكل سهولة زي ما انتوا شايفين شايفين طبعا لو تقطعت منك او حاجة فما فيش اي مشكلة ما تقلقيش بس انتي حاولي تفردي كويس والحروف دي بنحاول نفردها كويس بفردها كويس جدا كده وبغمس ايدي في في المادة الدهنية وبعدين بمشي عليها تاني وببدأ اني اطبقها على بعضها بالشكل ده الفطيرة دي انا هعملها فاضية طبعا تقدري تعملي بقى فطير يعني فاضي او تحطي له حشوة حدقة حشوة حلوة براحتك تمام اول واحدة ديت انا هعملها فاضية كل فطيرة انا هعملها ارقتين يعني اتنين قطعتين من العجينة اللي احنا قطعناه كل اتنين هيبقوا فطيرة عشان انا عايز الفطيرة محملة كده مش سوهنطوطة لا الفطيرة تشبع فاهميني دي الجزء التاني من الفطيرة الاولى برضو بنفس الموضوع كده هفردها دي اي الفطير بقى نتكلم شوية عن دي اي بتاع الفطير لازم تجيبي دي اي اللي هو بقوله عليه الزيرو اللي هو الاستخراج اتنين وسبعين في المية تمام كل ما يكون دي الفطير اللي هو الزيرو دوت وكل ما يكون شديد اللي هو ليه عرق على فكرة فيه ناس بتقولك لأ جيبي دي الفطير اللي ملهوش عرق بالعكس اللي دي في الفطير اللي ليه عرق هو الافضل افضل في الفرد وافضل في الاكل وكل حاجة انا دي اللي انا جايبان النهاردة ده ملهوش عرق بجيب بقى ايه بعد ما فردتها ومشيت اي داية برضو عليها بالمادة الدهنية بحط جواها الجزء الاولاني اللي احنا فردناه وبطبق كده ودي خلاص كده بالنسبة لي خلصت هنركنها بقى على جنب ونعمل واحدة غيرها انا مقطعتش حاجة من الفيديو علشان تشوفوا كل التفاصيل بتاعة الفطير بتاعنا وان شاء الله يعجبكم قوي طبعا لو عجبكم ما تنسوش تعملولي اللايك للفيديو حطيت الفطيرة بتاعتي الاولانية دي اتفصانية اللي انا هبقى دخلها فيها الفرن وبعدين بابدأ افرد واحدة تانية شايفين بسم الله ما شاء الله ما بياخدش وقت خالص خالص في ثواني بيتفرد معاك وكل ما العجينة كانت مرتاحة كل ما يتفرد معاك بسرعة اكتر وما يتعبكيش خالص وما يلمش منك تاني وانت بتفرديه لازم تفرديه كويس جدا وترققيه وتبقي شايفة الحاجة اللي انت بتفرديه عليها يعني ما ينفعش يبقى طبقة سميكة كل ما تفرد كويس كل ما هو يبقى جميل جدا جدا في الاكل هنا بقى ديت هنحط لها الكاستر زي ما قلتلكم انا ما بحبش اتقل يعني الكاستر ما بحبوش تقيل لان هو لسه لما هيخش الفرن هيجمد فانا لما عمله اصلا من برة تقيل زي المحلبية كده وبعدين ادخله الفرن ويجمد هيتلع ايه هيتلع كويس فانا بخليه سايل كده وبيبقى متعب في حاجة ممكن تتخرم منك وانت بعد ما حطتش الكاستر وطبعا ينزل بس لو انت هتاخذي بالك من حاجة زي كده فاخليه خفيف زي ما انا مخليه لكن لو انت مش هتعرفي تسيطري عليه فاعمليه طبقة تقيلة او تقليه يعني خليه تقيل بصوا بقى انا حطت الكاستر في الطبقة الاولانية وبعدين قفلت عليه وبعدين رشيت جزء الهند ورشيت الزبيب وقفلت كده دي الجزء الاول من الفطيرة اللي هي بالكاستر وبجزء الهند والزبيب دي الحق اللي جوه هنعمل بقى الطبقة التانية بتاعتها هنفرد الطبقة التانية بتاعتها زي ما قلتلكم كل فطيرة هتبقى معايا كتعتين يعني هحط لها حتتين عجين تقدري تعملي الفطيرة اصغر من كده تقدري تكبريها عن كده ده بقى بقى برحتك وبكمل فرد زي ما انتم شايفين كده وبفرد الطبقة التانية بتاعتي لو حد حابب يشيل الحروف يشيلها لو هي ما تفردتش معايا كويس يمسكها كده من حتة ويقطعها ويروح شادد هتطقطع معا كلها بس انا مش هشيل اي حروف اهو بجيب بقى الفطيرة اللي هي الاولانية اللي انا حطيت جواها الكاستر والزبيب وجست الهند وبحطها كده في النص وطبعا كل تطبيقة لازم نغمس ايدينا في المادة الدهنية قبل ما نحط الطبقة التانية عليها تمام وبفرد وبعدل وبغمس ايدي برضو في المادة الدهنية وبقفل الفطيرة بتاعتي وبتبقى كده وبنجيب الصوج اللي احنا هنسوي فيه او الصونية او اي حاجة يتدخليها الفرن طبعا بقى بالنسبة للتسوية لازم الفرن يكون متسخن قبل ما تدخلي الفطير على الاقل ربع ساعة تمام يعني لازم تكون يمسخنها الفرن مسبقا وبترجعي بقى على اول فطيرة جهستيها وتروح يفردها بالشكل ده عيزام ربا عيزام دورة براحتك خالص وبتدخلي الفرن على الرف اللي في النص والنار تكون عالية جدا الفطير ما بياخدش جماعة في الفرن عشر دقايق ده كمان ما ياخدش سبع تمن دقايق لان حجم الفطيرة مش كبير واول ما بتحطيها بتروح منفوخة كده علشان ما يجلتش منك لازم تكون النار عالية بعد ما بيطلع معايا بيبقى باسم الله ما شاء الله بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده بروح حط له بقى سكر بودر وهو سخن بروحش علي السكر البودر كده وهو سخن وبرده بقطعه عادي وهو سخن بجهز الفطيرة بتاعتي معايا على الاكل على طول وطبعا هي لازم تتاكل وياه سخنة بس لو كان حد مش موجود او حاجة فهتشوفوا ايه اللي هيحصل دلوقتي انا حطيت هنا فطرتين على بعض ممكن بحط تلاتة والاربعة وممكن احطهم كلهم على بعض لو كل الافراد الاسرة يعني لو كلهم موجودين بحطهم كلهم على بعض وقطعهم كلهم مرة واحدة بصوا هنا بقى اسهل حاجة كده بروح قطعين كده بالمخرطة عشان تبقى معاكي مربعات او مكعبات كده سخنانة زي اللي بيباع بره بالزبط اليوم ده عايز احكي لكم بقى اللي حصل ابني كان جاي بفطير بالسكر من ده من بره فبقول له بكامل فطيرة ديت رح قلي بخمسة وعشرين جنيه هي طبعا ما تجيش نص دي حتى خفيفة وزغنططة كده وبجد خدت منها قطع ما عجبتنيش رحت ايما عمل انا الفطير اه بقى يقولولي عشان احنا جبنا الفطير و الواحدة بخمسة وعشرين جنيه اقولهم ليه خمسة وعشرين جنيه يعني جبنا كيلو دقيق واستامنا طبعا من البيت والسكر من البيت وما كلفنيش حاجة كيلو الدقيق بتمانية جنيه لبتسعة جنيه وشوفوا عملنا ما خدناش كمان الكيلو كله يعني شوفوا عملنا كام فطيرة فالواحد يعمل حاجة في البيت احسن واوفر وانضف وده بقيت الفطير بقى على بل ما جهزت معاكم اللي طلع الاول من الفرن كان الباقي استوى اهم انا طبعا بحط اتنين اتنين لسه في اتنين كمان في الفرن كده اربعة لسه في اتنين كمان بعمل ايه بنرش عليه السكر كده وبنجهزه على اللبن السخر فيه بقى ناس ما بتحبش تحط عليه لبن فتمام انتو حرين بتكلوه بقى بالوضع ده سكر وهو المحشي بقى بتحبيها محشية كاستر بس محشية كاستر ومكسرات زيبيبو جست الهند عندك مكسرات حطي يعني كل واحد واللي بيحبه انتو زي ما انتو شفتوا معايا كده انا عملت واحدة فاضية ما فيهاش اي حاجة واحدة بالكاستر بس واحدة بزيبيبو جست الهند بس واحدة بيزبيب وجسط الهند وكاستر يعني شكلت كل اللي بيحب حاجة عملته له دول آخر اتنين كانوا في الفرن أنا عارفة ان الفيديو طويل عليكم بس أنا محبتش أقطع أي حاجة من الفيديو علشان تستفيدوا ويرب الفيديو يفيدكم وتقومي تطبقي الطريقة بالزبط دلوقتي وتعجبك وطبعا لو عجبتك الطريقة يريد تقوليلي في التعليقات ولو عايزين أي حاجة يطلبوها مني وأنا أعملها لكم أنا منزلة فطير المشالتة كذا مرة في القناة وبقشوفوه برضو لأنه هو معمول بكذا طريقة حين بعد ما رشيت السكر البودر برش عليها من فوق زبيب وجسط الهند وجسط الهند وبعدين الزبيب تمام وبعدين برضو بروح مقطعهم ويكون عندك بق اللبن السخر تحطيها في الطبق اللي انت هتقدمي فيه أو لو هتحطي كل واحد لوحده أو كلهم مع بعض وتروحي نزل عليها باللبن السخن كده ويكلي وبألفه أنا وشفه ويدعيلي بصوا أنا خلاص قررت أفتح فططري بجد بتبقى حلوة قوي وبعدين الفطير بالسكر ده لي معايا ذكريات جميلة بيبقى حلوة قوي وأحلى من اللي برة يعني أنا لما عملته ودايما أنا عارفة ووثقة أن أنا لما هعمله ولادي كلهم لما كانوا منه وقالوا لي بجد أحلى من اللي كان حسن شريها فبجد جربه وإن شاء الله هيعجبكم وحلوة على فكرة تقطيع بالمخرطة ده عجبني برضه لو جينا قطعناها بالسكينة عشان هو خفيف جدا كده شايفين الجمال واو هحطوا بقى في الطبق وهكون عندي لبن سخل لبن حليب عادي خالص ويكون طبعا اللبن اللي هو بتاعنا بتاع اللبان ده بلاش اللبن بتاع الشركات لأن اللبن بتاع اللبان بيديله طعم أجمل ولو عندك بقى حتة قشطة كده حطيها فوقيه ما عندي كيش خلاص اللبن كفاية وحطيه بقى لولادك كده وبقى الفهنة وشفا للي هياكل وبقى الفهنة وشفا للي هيشوف ويا رب يكون الفيديو فاتكم وعجبكم واشوفكم ان شاء الله وصفة جديدة من قناتي مطبخ ضعاء الجيلاني طبعا عايزة أرجع أقول لكم تاني ما تنسوش لو انتوا كنتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي اشتراك في القناة واتفع عليه الجرز على علامة الكل هنا بوريكم الفطير مورق قدق جميل وتحفى وطري والله العظيم ريحته قلب الدنيا عايزة أقول لكم حاجة كمان حاجة جديدة فأحب أقول لكم لو ما بيجي لكمش إشعار من القناة لما بنزل فيديو جديد إلغوا الاشتراك يعني إلغوا الاشتراك بتاعي وبعدين ارجعوا ورجعوا الاشتراك تاني وفعلوا الجرز من أول وجديد علشان يجي لكم إشعارات ان شاء الله أول بقى أول بس وقول لكم بقى سلام عليكم واشوفكم في وصفة جديدة على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة